حمار ضرب عن الأكل وما بقاش عايز يأكل أي حاجة وحالته النفسيه بقيت في الأرض جالوا أبوه وقالوا مالك يا ابني بتعمل كده لي في نفسك ده جبتلك أحلى نوع برسيم وبرضه مش عايز تأكل مين اللي مضيقك بس الحمار بص لأبوه وقاله البشر يا بويا أي حد فيهم يعمل حاجة وحشوا يوصفوا بالحمار وإحنا مش كده إحنا بنفهم وبنشتغل من غير ما نشتكي من حاجة أبوه قال البشر يا ابني ربنا فضلهم على سائر المخلوقات بس هم اللي بيسيقوا لنفسهم عمرك شفت حمار بيسرق مال أخوه طب عمرك شفت حمار بيعذب الحمير التاني عشان بس هو صاحب فلوس وسلطة طب عمرك شفت حمار أمريكي بيحارب حمار عربي عشان يستولوا على البرسيم وفي حاجات كتير ممكن أقول هالك بس كفاية إننا لا نكذب لا نقتل لا نغتاب لا نشتم لا نسرق لا نرقص فرحا وبيننا جريح أو قتيل وقف الحمار ورفع راسه أنا على عهد يا بوي وهفضل زي مانا حمار بن حمار احصل على ألف جيجا مجانا لهاتفك ستجد رابط التطبيق في وصف القناة ترجمة نانسي قنقر